أعلن سعادة سيد جميل بن محمد الحمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية القائمة النهائية لأسماء المكرمين في الحفل الثالث والثلاثين لتكريم العمال المجدين والمتثوقين والمنشآت المتميزة في القطاع الأهلي الذي يقام تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وتنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأربعاء المقبل وقد أنهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كافة الاستعدادات والتهجيزات النهائية لإقامة حفل هذا العام الذي يقام سنويا في شهر ديسمبر بالتزامن مع احتفالات مملكة البحرين بمناسبة تولي صاحب الجلالة الملك المفدة مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد وفي تصريح له بهذه المناسبة هنأ أحمدان جميع العاملين والمنشآت والشركات في مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية الذين تم اختيارهم للتكريم في حفل هذا العام مشيرا إلى أن الرعاية الملكية السامية من قائد مسيرة الخير والتنمية للحفل تعبير صادق يعكس الاهتمام الكبير الذي يليه جلالته لأبنائه العمال الذين عملوا بكل جد وتميز وتفان في مختلف مواقع الإنتاج في القطاع الخاص لمواصلة بناء مسيرة التنمية والنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر ترجمة نانسي قنقر